السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من حول الفيديو اليوم سنتطرق للحصة الثامنة والأخيرة من الوحدة الأولى جسم الإنسان المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الأول إذن نبدأ على بركة الله علمان ودرسنا لهذا اليوم وحافظوا على حواسي وحافظوا على حواسي إذن الهدف التعلمي أقي حواسي من الأخطار أقي حواسي من الأخطار ألون الخانة تحت الصورة التي تشير إلى العناية بكل حاسة إذن ألون الخانة تحت الصورة التي تشير إلى العناية بكل حاسة إذن لدينا هنا حاسة حاسة ماذا؟ حاسة اللمس إذن حاسة اللمس لاحظوا معي الفتاة في هذه الصورة تحمل طبق الطاجين وهو ساخن جدا إذن ستؤذي يديها إذن هذه الصورة لا تشير إلى العناية بحاسة اللمس الصورة الثانية أم تضمد جرح ابنها إذن تضميض والعناية بجرح الطفل توضح لنا العناية بحاسة اللمس إذن طفل يقوم بالاغتسال يأخذ حماما إذن تشير إلى العناية بحاسة اللمس لأن كما نعرف الجسم كله مغطى بالجلد والجلد هو المسؤول عن حاسة اللمس هنا الطفلات العبية الثجاج وهذا لا يدل على العناية بحاسة اللمس إذن لدينا هنا حاسة الإبصار عضوها وهو العين إذن التعرض للشمس ولكن لبس نظارات إذن هذا يشير إلى العناية بحاسة الإبصار أو البصر كلا المصطلحين صحيحين هنا فتاة تفرق عينيها بمندين متصخ إذن هذا يؤدي إلى الضرر بحاسة البصر إذن مشاهدة التلفاز عن مسافة قريبة يؤدي بحاسة البصر هنا الدراسة على على نور ضوء معتدل إذن هذا يشير إلى العناية بحاسة البصر لا يؤدي حاسة بصرنا أو العضو المسؤول عنها إذن لدينا هنا اللسان اللسان وهو العضو المسؤول عن حاسة البصر إذن في الصورة الأولى تناول البن البن الحار إذن يؤدي حاسة الضو غسل الأسنان إذن لا يؤدي حاسة الضو لاحظوا ما يفادي الصورة الطفل يتناول التفاح بوسط السكين هذا يؤدي حاسة الضو غسل الأسنان بالفرشة والسنون لا يؤدي حاسة الضو لدينا هنا الأنف الأنف هو العضو المسؤول عن حاسة الشم إذن التعرض إلى عوادم السيارات التعرض إلى عوادم السيارات يؤدي حاسة الشم التعرض لعوادم المصانع أيضا يؤدي حاسة الشم غسل الأنف لا يؤدي حاسة الشم والعطس باستعمال الميندل ايضا لا يؤذي حاسة الشم او تنظيف الانف بوسطة الميندل لا يؤذي حاسة الشم اذا هنا تظهر الاذن وهو العضو المسؤول عن حاسة السم اذا لاحظوا معي في الصورة الاولى الاستماع يبدو ان تستمع الى موسيقى هادئة وهذا لا يؤذي حاسة السم ادخال مواد غريبة الى الاذن يؤذي حاسة السم الذهاب الى الطبيب للفحص الدوري للاذن لا يؤذي حاسة السم التعرض الى الاصوات المزعجة يؤذي حاسة السم الى هنا نكون وقد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه جهشوي لكم كما من جميع سياراتك إت من أنه قليلا سنة انتهي سraine اشتركوا في القناة